أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الوحدة الأخيرة من كتاب اللغة والأدب وهي الوحدة الخامسة بعنوان خطوات على الغي تحديداً فن من الفنون الأدبية الجميلة وهو فن القصة سأقوم اليوم بالتعريف بأبرز الموضوعات التي سنتناولها في هذه الوحدة المفاهيم المهمة والمهمات التي سنقوم بالحديث عنها والتأمل موضوعات هذه الوحدة عزيزي الطالب تتضمن اللغة والأدب وتتضمن المهارات اللغوية بداية سنقوم بشرح فن القصة وهي عبارة عن مادة نظرية حيث سنتحدث عن أنواع القصة، تقنياتها وترائق تحليلها فالقصة أنت تعلم أن لها أهداف ولها أنواع كالرواية وهي أكبر أنواع القصة حجماً الأقصوصة وهي أصغرها حجماً والقصة القصيرة سنتحدث عن أنواعها كالحكايات الشعبية أو الاجتماعية أو قصص الحيوان التي نقوم بقراءتها أحياناً في كتاب كليلة ودمنا وأحياناً المغامرات والقصص الوطنية التي تحدث عن الاستعمار مثلاً والتي درسناها في رواية عائد إلى حيفا أما عناصر القصة فنحن نقوم بتحليلها دائماً منها الزمان، المكان، الشخصيات، الحدث، العقدة، والحل ولا تنسى عزيزي الطالب أننا نقوم بتطبيق هذه العناصر من خلال نصوص نقوم بشرحها وتطبيق هذه المغارات فيها من هذه النصوص العمل، قصة العمل صالح للدكتور طارق البكري سنقوم بالتعريف بهذا القص أو الكاتب، سنقوم بقراءة هذه القصة، التعريف بأبرز عناصرها وتفسير معاني المفردات الجديدة فيها حتى نستخدم اللغة بطريقة شيقة جميلة فعليك أن توظف هذه المفردات في إنشائك، في كتابتك، وعليك أن تبدي رأيك فيما قرأته أيضاً ثم أيضاً لن تكون هذه القصة الوحيدة، سنأخذ أيضاً قصة الشيوخ الثلاثة ونقوم أيضاً بقراءتها وتحليلها من خلال أسئلة فهم وتحليل وبيعاً معاني المفردات الجديدة فيها واستخراج أيضاً عناصر القصة كزمان ومكان وشخصيات وهذه جميحة أسئلة موجودة في كتاب اللغة والأدب أما قصة القرد والغيلة، ستكون قراءة ذاتية ماذا أقصد بذاتية؟ أي أنك ستقوم بقراءتها لوحدك وتحليلها مطبقاً ما أخذنا في القصتين السابقتين وهناك أيضاً لابد من بحث وتحبير كتابي فستقوم ببحث عن قصة اجتماعية وتلخصها وتبرز لنا عناصرها وأحداثها وتتكتب قصة قصيرة تبين فيها تعرض شخصية لمشكلة وكيف استطاعت هذه الشخصية أن تحلها وأن تصل إلى هدفها وأيضاً مطبقاً عليها عناصر القصة سنقوم أيضاً بكتابة مقارنة بين قصتين وسأقوم الآن بشرح المهمات المطلوبة منك وهي المهمات التكوينية والمهمات الرسمية نحتقل الآن إلى المهارات اللغوية حيث سيكون لدينا حرف الشرط إن المدغم بماء والمفعول لأجله همزتاء القطعي والوصل في الأسماء الأعداد من 1 إلى 10 حكم التفكير والتأنيد فيها حروف تكتب ولا تنطق وهذه مهمة جداً جداً لأنني ما زلت أرى أن هناك كلمات تتكرر الأخطاء فيها ككلمات لكن مثلاً تكتب بأل وهي حروف تكتب ولا تنطق سيكون هناك مقاطع ومشاهد مرئية ومصادر موضوع لكم في صفحات المنصة التعليمية في صفحة صفحة تستطيع الرجوع لها لتفهم الدرس بطريقة أكثر أذكر أعزائي الطلاب أن المفهوم الرئيس في هذه الوحدة هو الإبداع فالقاط ينتج نصاً من خياله ومن إبداعه ومن كلماته وأنت أيضاً ستبدأ عندما ستكتب لنا قصة من خيالك أما المفهوم ذو الصلة هو الإطار العام الزمان والمكان فالقصة أو من عناصر القصة التي ذكرتها قبل قليل الزمان والمكان السياق العالمي التوجه من حيث الزمان والمكان سترى أحداث المكان الذي تعيشه وما هي الأمور التي تشهدها وستكتب في نطاقها عبارة البحث هي الإبداع تعبير ذاتي يتخطى حدود الزمان والمكان أذكر بأنه بأي كتابة أنت تقوم بصياغة عبارة البحث من خلال ما تكتبه دائماً أما أساليب التعلم فهي متنوعة ستكون عبارة عن التفكير، التواصل، إدارة الذات التفكير من خلال طرح بعض القضايا المعينة داخل الغرفة الصفية وستقوم بالتفكير فيها أنت وأفراد مجموعتك أو أنت لوحدك ثم طرح رأيك فيها مثلاً عندما أطرح ما رأيك بهذه القصة، ما رأيك بنهايتها فكر بنهاية أخرى لهذه القصة ستقوم بالتفكير وطرح رأيك أو هذه القضايا التواصل، التواصل من خلال الحديث التواصل من خلال مشاهدة المقاطع المرئية من خلال الصور المعروضة إلى غير ذلك في ما يحدث داخل الغرفة الصفية إدارة الذات وهذه مهمة جداً فعليك أن تعلم أن هناك أمور يجب أن تتحكم فيها كتسليم واجباتك في وقتها المحدد كقدرتك على إمهاء مهماتك في وقتها والكثير من هذه الأمور التي سأوضحها أيضاً داخل الصف معايير التقييم ستكون المعايير الأربعة التحليل، التنظيم، إنتاج النص، واستخدام اللغة وسأقوم الآن بشرح المهمات ونربطها بمعايير التقييم بداية مهمات هذه الوحدة ستكون عبارة عن إجابة عن أسئلة تحليلية تابعة لنصتين مع الرب بعبارة البحث التي ذكرتها سابقاً ومهمة كتابية تحليلية وهي كتابة مقالة تحليلية تقارم فيها بين قصتين مع الرب بعبارة البحث إذن هنا مقارنة والمقالة التحليلية هي ليست أمر جديد عليكم فقد قمتم بكتابة مقالات تحليلية ومقارنة قبل ذلك فقارننا بين قصتين لذلك ستقارن الآن بين قصتين مدرجاً رأيك وأيها أحببت أكثر ومهمة الاستماع ستكون الاستماع لنص مرتبط بالوحدة والإجابة عن أسئلة أيضاً ترتبط به في كل وحدة لا بد أن يكون هناك تأمل هذا التأمل أنت ستجيب عن أسئلة الموضوع في المنصة التعليمية ما هذه الأسئلة ستقوم أولاً كما قلت سابقاً بالحديث عن رأيك في هذه القصص التي كتبت ستتحدث عن الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي وهي التقييمات التكوينية والرسمية ستقوم أيضاً بالحديث عن المهارات التي تحتاج إلى أن تزيد من ممارستها فمثلاً كانت كتابات ضعيفة في هذه الوحدة أم أن المقالة التحليلية ما زل تحتاج فيها نوعاً ما من الدعم أو المساعدة أو أنك ضعيف نوعاً ما بأسئلة فهم المقروء إلى غير ذلك أو عناصر القصة هذا أمر ستقوم بتحديده أنت بعد أن تقدم التقييمات المطلوبة منك ما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ أين تشعر؟ أين أنت؟ أين تقف الآن؟ هل تعلمت شيئاً جديداً؟ بالتأكيد ستكون تعلمت شيئاً جديداً لكن ما هو؟ ما الذي كان مثيراً للدهشة فيما درسته؟ هل هناك شيء جديد أثار دهشتك واستغرابك؟ أم أثار حبك؟ أم أثار بغضة؟ هذا ستجيب عنك؟ ما الذي سنفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ لو طرحت عليك هذه الموضوعات؟ هل كنت ستختار هذه المهمات وهذا المشروع؟ أم كنت تحب أن يكون في موضوع آخر؟ ولماذا؟ كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتحدث عنها في الوحدة الخامسة خطوات على الغيم؟ أشكر استماعكم أعزاء الطلاب وأذكر بضرورة الرجوع إلى المنصة التعليمية للاستفادة مما وضع لكم من مشاهد مرئية وأنشطة تفاعلية وتقييمات ذاتية لتستطيع فهم درس درس بصورة منفصلة أتمنى لكم يوماً سعيداً طبتم وطاب يومكم بكل أمل وخير توقيت وترجمة نانسي قنقر الوقت 界ين اشتركوا في القناة